المهندسون الإيرانيون لحسن الحظ شاركت هذه السنة فرق جيدة من جامعات عالمية من الولايات المتحدة وإنجلترا وكندا وألمانيا والصين واليابان والمكسيك وتواجهت خمس فرق هي ثلاث فرق ألمانية وفريق هولندي وآخر إيراني على مدى يومين في بطولة ستاندرد بلاتفورم ليغ ويتواجه بلقب البطولة الفريق الذي يحقق أكبر عدد من الانتصارات في ختام الدورة التاسعة لهذه البطولة نواجه العديد من المشاكل بسبب العقوبات إضافة إلى مخاوف أخرى هناك بعض الصعوبات في تطوير الروبوتات حيث لا نستطيع تصليحها وتوفير دعم للفريق ويمتلك كل فريق أربعة روبوتات ناو ارتفاعها 60 سنتيمتر من إنتاج الشركة الفرنسية ألدبران روبوتكس وتجهز الروبوتات ببرامج هي في النهاية من تميز الأفضل